السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لالا فاطيما اليوم ان شاء الله في وصفة جديدة نحضر معكم ان شاء الله الرية او اللارئة الخروف بطريقة اللي مختلفة تماما على المعتاد وفي نفس اللحظة صراحة كتجي رائعا جدا كتجي ليدا بزاف قبل ما نبدو الفيديو كما العادة منسوش تدعموني برايك ديلكم باش جاني باش جائما ان شاء الله نجيب لكم وصفات اللي يكونوا جداد وحصريا كذلك كتأول مرة كتشوفوني فمنسوش تشاركوه في القناة سوالوزار اصباح جائما انتوصلوا بجديد ديالي ومو يمدل لما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركتي الله بالنسبة للمكونات فغا نحتاج هنا يا الرية او اللارئة الخروف ومو يمدل بالنسبة لطريقة ديالي انا في الخسير دياله كنحاولها كي ندر الماء من دكتيو ديالها كنبقى كي نعمر بالماء حتى كولي الحجم ديالها منفوق ومن بعد كنخليها يعني حتى كتقطر من ذك السوائل اللي فيها كاملين بشكايا كنت أكد مياه في المياه بأن الرية ديالي يعني منظفة ومخصولة مزيان ويمكن حاولوها كاملين كنديروها تقطر في شيش بيكا كنديرو لدكتيو ديالها او اللجابة ديالها كنديروها التحت بشكايا كي هبط منها الماء وكنخليوها كتقطر جانبا وغاندوزو ان شاء الله نحضروا باقي المكونات بالنسبة للمكونات التالية فغا نحتاج هنا يا لحبة واحدة متوسطة من البصل بالنسبة للبصلة كان حاولوها كي يرقوها مزيان ما تديروها شغليضة حاولو ترقوها بهات شكل هدايا وبالنسبة لكمية ديال البصل كتبقى على حسب الرية ديالكم واش كبيرة ولا صغيرة مهم بالنسبة للرية اللي استعملت معاكم فها غير عام رابل ما دكشيراش كتبال لكم كبيرة اما هي رعني ماشي كبيرة بزف مهم هنا يا بعد ما قطعت البصلة فمباشرين ان شاء الله غاندوزوا نقطعوه البقدونس اللي كان عندكم القصبر خلطوما بالقصبر والمعدنوس وهنا يدر تغير المعدنوس كنحاولو حتى هو نقطعوه رقية ووق بشكايا مكي يجيش باين وغانحتاج كذلك هنا يا الواحد ربع ديال الفصوص ديال التوم عندي هنا يا ثلاثة ديال الفصوص كبيرة ووجوج صغيرة ورين وما يمكن حاولو وكايا نقطعوهم غير بالموس لابغيت وكايا معسوهم بالمعاسى ديال التوم ماشي مشكل نخلي بالعناصر ديالنا جانبا ومباشرة غاندوزوا نحضروا التوابيل بالنسبة للتوابيل غانحتاج القليل من الملح كذلك نصف ملعقة صغيرة من الكامون وغانضيف هنا يا وحشبية ديال الفلفل اسود اقل من نصف ملعقة صغيرة اللي هو الافزار ايضا عندي هنا يا نصف ملعقة صغيرة ديال السكنجبير اللي هو الزنجابيل نصف ملعقة صغيرة ديال القصبر حبوب وغانضيف كذلك وحشبية ديال الحار بنسبة للحار كيبقى اختياري وعلا حسب الرغبة ديالكم هنا يا غانضيف نصف ملعقة صغيرة من التحميره اللي هي الفلفل احلوة ومطحونة عنضيف هنا يا نصف ملعقة صغيرة ديال الكوركم وكذلك عندي هنا يا الحامض غانضيف جوج ديال ملاعق صغار ديال عصر الحامض بشكية كتحيد نزف ريام الرية مهم فاللقصة هدي فمباشرة غانضيف الماء غانحتاج هنا كاس ديال العنبة ديال الماء لكيوزن مية وخمسين ماليتر كنحاولوك كيانضيف الماء نحركو الخليط ديالنا بزيان ومباشرة غانرجو ان شاء الله للمطوطة ديالنا او للرية ديالنا اميام صراحة كل واحد شنو كيقول لا قولوا لانتو مفتعة علقة شنو كتسميوها في بلادكم ولا في المنطقة ديالكم لكتو من المغرب هنا يا لاحتم معايا كنحاول هاتتوابل هادو نصفيهم كنشدكي واحد صفائل يكونوا العيون ديال الارقاقين وكنصفي هاد السوائل اليال العطرية فاتش كالهدايا ومباشرة ان شاء الله غاندوزو انو عطرو الرية ديالنا فهاد القيسة هادي غانحتاج لهاد بيكورة هادي ديال الحنة اللي كيكونوا العيون ديالا يعني كاسكون داك اليبرى ديالا كاسكون شوية واسعة ديال الحنة هنا يلللحتوا معايا كنحاول هكايا نحيدددد الشوكه ونعمر هاد السائل هادا ديال العطرية بهاتش كالهدايا ونصد الشوكه ديالا بيكورة مباشرة كندوزو نديروا العطرية فرية بهاتش كالهدايا هكايا كالجيرية ديالنا متبلة ومعطرة من الداخل كنحاولو هكايا نخشيو الشوكه مزيان ونوركو بهاتشكل هدايا كيما قلت لكم كجير ريا ديانا معطرة من الداخل وكذلك ذاك الحاماض والتوابي اللي ضفنا كيحيدو منها زفورية من الداخل مهم غاستمر بنفس طريقة فنحاولها كيانا ندق شو كف كل بلاسة يعني البلايس كاملين كنعطرهم بهاتشكل هدايا طريقة سهلة وبسيطة ونفصل لحظة الريا ديانا مني كان طيبوها او للمطوطة ديانا مني كان طيبوها كتجي متب بلا من الداخل مهم هنيا بعد ما ضربت البيكورة فيها في الاخير كان جي وكان بقى نعمر البيكورة وكان خوي في القرجوطة اللي هو هاتيو ديالها كان عمروهم مزيان بالتوابيل مني كان كنقبوا التوابيل في ذاك القرجوطة يخرجو كاملين في الريا من الداخل مهم مباشرة كان دوزون قطعوا الريا ديانا اللي حتم عايا بنسبة الريا يعني كيجي فيها اللوينات ديال العاطرية من الداخل كتجي متب بلا من الداخل ومهم عدا نوريها لكم ان شاء الله غاسبان مزيان هنيا معا تقطيع ما بانتش بزيف حيط العاطرية عندي ماشي صفرعة بزيف يعني الريا ديانا كيما قد لكم كتجي مشربة ديك العناصير كاملين هنا يا حتى هاد القرجوطة هادي كنقطعوها رقيه وقا صراح انا يا نسيت ما اضفش كذلك الشحمة ايلا كانت متوفرة عندكم الشحمة زيد وقطعو معها واحد شوية ديال الشحمة ومهم فادوقيتها هادي مباشرة ان شاء الله غاندوزون طيبو غانحتاج هنا يا البصل اللي قطعت معاكم كنديروا اكايف طنجرة ضغط كذلك ربع كأس من الزيت وغانضيف واحد شوية ديال الملح اللي كدبقى على حسب الضوء وكنحرك الخالد ديالي مزيان ومباشرة غاندوزون ضيفوا الرية ديالنا اللي عندنا مسبلة ملداخل كنحاولوا كيان ضيفوها كاملة لاحظوا معايا كيفاش كتجي كتجي سفراء ملداخل ومع الطراء مهم غانضيفها كاملة وكنحرك الخالد ديالي مزيان وغانضيف دك السوائل اللي تبقى ولي كاملين وكنحرك مزيان وغانضيف الربيع اللي قطعت معاكم كذلك عندي هنا اذا كتومة اللي قطعتها معاكم زي كنضيفها وكنحرك مزيان ومباشرة غانسدو الكوكو ديالنا غانضيروها مزيان وغانضيرو للصفارة وغاننقصو البوطة مزيان وخليوها درية ديالنا او للمطوطة ديالنا حتى كتطيب على خطرها وكتتعلق هنا ايام بعد ما طابت فكنحلو عليها لاحظوا معايا مازال في وحش فيا ديالنا مريقا كنخلي احتكد عقاد مهم بالنسبة لي لي صراحة انا الريا ديالي ماخدتش مني بزاف ديال الوقت غير نص ساعة كانت واجدة بالنسبة لي كوم انتو مالي كانت الريا ديالكم ديالشي خاروف اللي شارف فماشي مشكلة لبنت لكم ما طابتش زيدوها الماء ومهم لاحظوا معايا هنا كنقدموها في طبيصيل كنزينوها واح شوية ديال الحامضة الربيع صراحة كتجي رائعة جدا كتجي لديدة بزاف كتجي مختلفة كنتمنى ان شاء الله جاربوتنا الاعجاب ديالكم دوم قليلا نودعكم مع سلامة نطلقوا فيديو اخر اشتركوا في القناة